بسم الله الرحمن الرحيم وأصلح فالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنفالهم فإذا نقيكم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشجدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قدروا في سميل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويفبت أقدامكم والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنسل الله فأحبق أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا أهواناهم بثل الجنة التي وعنى المتقون فيها أنهار من ملائن غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هم خالد في النار وسقوا مماء حبيما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آدفا أولئك الذين قبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواناهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لنا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنصنت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض إن ينظرون إليك نظر المغشي عليهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلن صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولنائك الذين لعنهم الله فأصنهم وأعماء مصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبالهم من بعد ما تمين لهم الهدى الشيطان سورة لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحفط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أفضادهم ولو نشاء أولا أرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحب القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولن يضر الله شيئا وسيحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعظه وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هؤلاء ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنفالكم ترجمة نانسي قنقر